بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين الوحدة التاسعة المعاجم اللغوية درسها الأول معنى المعجم ونشأته معنى المعجم المعجم لفظة لفظة مشتقة من الجدر الثلاثي عين جيم ميم يقال عجم الحرفة أو الكتابة أي أزال إبهامه بالنقط والشكل وأعجم الشيء أي أزال غموضه أوضح مدلوله والمعنى الاصطلاحي للمعجم هو الكتاب الذي يضم بين دفتيه ألفاظ اللغة أو أكبر قدر منها مرتبة على حروف الهجاء أو على الموضوعات كما سيأتي معنا في أنواع المعاجم ما هي وظيفة المعجم؟ المعجم يضبط الألفاظ يبين طريقة النطق الصحيح لكل لفظة يشرح معاني المفردات يوضح الاشتكاقات لهذه المفردة ويولد الشواهد على استعمالها في النصوص القديمة ولسيما في القرآن الكريم والحديث الشريف وأشعار العرب أما كلمة قاموس في اللغة فأول من استعملها في تسمية كتابه هو مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز بادي الذي سمى كتابه القاموس المحيط ثم سمي بعدها أو سمي بذلك كل معجم لغوي على التوسع وأصل هذه الكلمة في اللغة البحر العظيم لا يختلف معنى القاموس طبعا في الاستلاح عن معنى المعجم فقد أقر مجمع اللغة العربية استعمالهما أي القاموس المعجم في معنى واحد أما كيف نشأ المعجم فقد أدرك الإنسان منذ القدم أهمية الكلمة ودورها في حياته فحاول تصويرها وتسجيلها واهتدى بعد تفكير عميق إلى ما يعرف اليوم بالمعاجم أو القاموس الأمة العربية هي أسبق الأمة في التأليف المعجمي حيث بدأت الحركة المعجمية في منتصف القرن الأول للهجرة وكانت غاياتها يعني الغاية من تأليف المعجم تفسير غريب القرآن الكريم ثم جاءت الحاجة إلى تفسير غريب الحديث الشريف ثم جاءت الحاجة إلى تفسير غريب الشعر وجمع النوادر إذن الدافع الديني هو أهم دافع إلى إنشاء أو عمل هذا اللون من العلم فلقد كانت المحاولة التي قام بها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير ما خفي على بعض الناس من ألفاظ القرآن هي أول عمل لغوي ومعجمي في العربية وعندما بدأت الحاجة إلى جمع اللغة العربية الفصحة ظهرت الرسائل اللغوية التي تنتظم أبوابا أو موضوعات معينة من اللغة كالرسائل اللغوية التي جمعت في الأنواء أو النباتات أو الخيل أو العسل يأخذون هذه المفاهيم ثم يضعون تحتها كل مفردة وردت في صفاتها في حالاتها وأحوالها وغير ذلك ثم ظهرت بعد ذلك كتب اللغة الجامعة التي تجمع مفردات اللغة بعامة مرتبة أو مرتبة للمفردات بحسب أبوابها تضع الأبواب ثم تضع تحت كل باب مفردات هذا الباب منها مثلا فقه اللغة للثعالبي والمخصص لبن سيده يقول أستاذ جون هيود أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة الدرهام البريطانية في كتابه المعجمية العربية المعجم العربي منذ نشأته كان يهدف إلى تسجيل المادة اللغوية بطريقة منظمة وهو بهذا يختلف عن كل المعاجم الأولى للأمم الأخرى التي كان هدفها شرح الكلمات النادرة أو الكلمات الصعبة هذا هدف سامن وتفكير عميق في التصنيف المعجمي في اللغة العربية تطور التأليف المعجمي في الألفاظ إلى جانب التأليف في الموضوعات يعني سارت جنبا إلى جنب يرجع الفضل الأول في ريادة المعجم العربي الذي يتحدث طبعا معجم الألفاظ يرجع الفضل فيه إلى طريقة الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين الذي جمع بين دفتيه معظم ألفاظ اللغة العربية واختلف بعد ذلك المعجم وتطور تطورا كبيرا واختلفت ورشأت مدارس أخرى في ترتيب المعاجم نعذرها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته